السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم طلبة وطالباته لأمور الصف الاول الاعدادي ان شاء الله عندنا النهاردة مراجعة لتلمتحان على مادة التربية الدينية الاسلامية ترم اول عشرين تلاتة وعشرين يليت يا سنقول اول ما نشوف قناة تشترك فيها واتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتعملوا لايك للفيديو يقول الله بينا سنقول نشوف المراجعة بتاعتنا عندنا طبعا المقررة علينا في الترم الاول حفظ صورة طبعا صورة ياسين من الاية واحد للاية اربعة وخمسين وعند حفظ الايات الاستشادية اللي بتيجي معنا اين في الدروس وعندنا صورة لقمان وصورة السجل طبعا ايه دول تلاوة وعندنا الأحاديث المقررة علينا في الترم الاول تلاتاشر حديث طبعا كلهم ايه كلهم حفظ يلا بينا سنقول نشوف المراجعة بتاعتنا عندي الوحدة الأولى الدرس الأول سورة ياسين ملخص الدرس سؤال والجواب أولا عند حفظ سورة ياسين من الآية واحد للآية 54 وطبعا نحفظ معالي الكلمات بتاعتها عند السؤال اللي بيجي عليها ما هو الكرآن الكريم طبعا هو كلام الله تعالى أنزله على رسولي محمد صلى الله عليه وسلم تأييدا لدعوته وتفصيلا لشريعته المعجزة الحالدة عرف معنا نزل في مكة ونزل في المدينة نزل في مكة أي قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في المدينة أي بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة ياسين مكية أم مدنية طبعا سورة ياسين مكية أي نزلت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ثميت سورة ياسين بهذا الاسم طبعا لأنها تبدأ بحرفينهما إلياء والسين ما القرية التي تشير إليها الآيات طبعا يا قرية أنطقية من المرسلون طبعا هم الذين أرسلهم الله إلى أهل تلك القرية لهدايتهم إليه إلى الحق قام رسولا أرسله الله لهذه القرية طبعا أرسل الله رسل لهذه القرية رسولين ثم عزز برسول ثالث قال الله تعالى وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون لمن وجه الأمر في الآية هو لمن ضرب المثل طبعا وجه الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم وضرب له المثل طبعا إيه لقريش إلى ما دع الرسول أهل القرية وما موقف أهل القرية منهم وما حجتهم طبعا دع الرسل أهل القرية إلى عبادة الله الواحد الأحد وموقف أهل القرية منهم طبعا أنهم إيه كذبوهم وما حجتهم طبعا أنهم إيه بشر إيه مثلهم ما العلاقة بين أهل القرية والمكذبين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هي علاقة القفر ورفض دعوة الحق وتكذيب الرسل بما رد أهل القرية على الرسل طبعا ردوا قبيحا فقال لهم إيه إنا تشاءمنا من وجودكم بيننا وكرهنا النظر إلى وجهكم إذ لم ترحلوا عنا نرجم أنكم بالحجارة ولمس أنكم منا عذاب أليم وضح موقف الرسل من رد أهل القرية طبعا قابلوا هذا التهديد بالثبات والحكمة وقالوا لهم شأمكم معكم بكفركم وأنتم قوم من يوم متجاوزون الحق والعدل قال من الرجل الذي جاء يسعى ولماذا وماذا فعل أهل القرية به طبعا الرجل الذي جاء يسعى هو حبيب النجار ولماذا طبعا لينزح قومه وينهاهم عن إذاء الرسل وما فعل أهل القرية ماذا فعل أهل القرية به طبعا إيه أصر أهل القرية وأذوه ورجموه بالحجارة حتى قتلوا ما الذي قاتله الملائكة لحبيب النجار جزاء إيمانه ودعوتي إلى الله وماذا قال طبعا قال له أدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعليني من المقرمين ماذا نتعلم من قصة أهل القرية طبعا إن عقبة المكذبين للرسل الهلاك وأنه يجب طاعة الرسل واتباع النصيحة الخالصة ننتقل إلى الدرس الثاني من أحكام التجويد قال لي ما هي القلقلة طبعا القلقلة هي التغراب في الحرف الساكن عند النطق به حتى يسمع له نبرة قوية حروف القلقلة هي الحروف المجموعة في قلبة إيه طبعا قدب جت يلقاف والطاء والباء والجيم الدال إيه الساكنة ما المد وما أنواعه طبعا عندنا المد إيه له أنواع المد طبعا هو إيطالة الصوت بحرف من إيه الحروف الثلاثة المد طبعا الثلاث حروف الألف والو والياء أنواعه في مد أصلي في مد إيه فرع المد الأصلي هو اللي يسمى بالمد الطبيعي هو لا يتوقف عند سبب همزة أو إيه سكون والمد الفرع هو المد الزاد بسبب همزة أو إيه أو سكون لليحدد الكلمات التي بها مد مع توضيح نوعه وما أنزلنا على قومهم من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين ما أنزلنا دي طبعا مد فرع سببه طبعا إيه الهمز على دي طبعا إيه مد أصلي السماء مد فرع بطبعا بسبب إيه الهمز منزلين عند الوقف مد فرعي لكن عند لما نوصلها طبعا بيكون إيه مد أصلي حد الكلمات التي بها حرف حروف القلقلة فارطاقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارطاقب حرف الباب طبعا هنا هيه ومن حروف القلقلة قيلة دخول الجنة دخل هتبعا عندنا حرف إيه حرف إبدال ننتقل للسؤال أو الدرس الثالث روى صورة لقمان أين نزل صورة لقمان طبعا نزلت في مكة قبل الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سميه صورة لقمان بهذا الاسم طبعا لبنها ايه بتحكي النقص السيدنا ايه لقمان ما سبب نزول صورة لقمان طبعا أن النظير ابن الحارس كان يشتري المغنيات ليصد عن سبيل الله وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال اللي بعدي بيقول لي أكمل صورة لقمان تعالج موضوع طبعا موضوع العقيدة وما تعني بالترقذ على الأصول بالتركيز على الأصول الثلاثة وهي الوحدانية والنبوة والبعث والنشور صورة السجدة طبعا عندنا صورة السجدة ايه تلاوة أين نزلت صورة السجدة طبعا نزلت في مكة أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب تسمية صورة السجدة بهذا الاسم لأن الله ذكر فيها أصاف المؤمنين الأبرار ومن صفاتهم تستمعوا الكرآن ساجدوا لله أكمل تحدثة الصورة عن دلائل طبعا القدرة والوحدانية ثم عن شبه شبه المشركين في إنكارهم بالبعث والنشور ننتقل الوحدة الثانية الدرس الأول مظاهر قدرة الله كيف يخرج الله الحي من الميت وضح ذلك ما طراه من الطبيعة طبعا عندما يخرج الحبة الجامدة التي لا حرك لها وتبدو ميتة تغرص في الأرض فتنفلق وتكون سنبلة تحمل حبوب كثيرة لماذا يغوص العلماء في باطن الأرض وما علاقة ذلك بالإيمان طبعا ليستخرجوا كنوذها ومنها البترول والغاز الطبيعي والمعادن ويعرفوا ما يثور منها من البراقين علاقة ذلك طبعا بالإيمان طبعا بيدعوهم إلى التأمل في خلقه ويزيد الإنسان إيمان ويتوب من إيه؟ من المعاصي ماذا يجب علينا تجاه الكون؟ طبعا أن نعمره بعلمنا وعملنا ولا نخرج فيه شيئا مام ظاهر قدرة الله الموجودة في الآيات طبعا يشق الحب والنوى فيخرج النبات والشجر ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت خلق الله الليل والنهار والشمس والقمر علل شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم؟ طبعا لأن الله يسهل لطالب العلم الدخول إلى الجنة كيف تفتح دراسة الكون باب التوبة أمام المعاصي؟ طبعا يتأمل ويتعرف على قدرة الله وبادع خلقه فيتوب العاصي ويرجع إلى الله عز وجل السؤال البعديدة علامة صح أو علامة غلط التأمل في الكون من علامات الإيمان العبارة صحيحة البحث في الفضاء الخارجي ضياع الجهد والمال غلط غزو الفضاء يتطلب العلم والمال عبارة صحيحة تعتبر دراسة الكواكب؟ شكري لله لأنه تعمق إيمانا بالله ننتقل إلى درس الصوم أول درس معاما ودود في الوحدة الرابعة ودي طبعا بيجي كثير في الامتحان السؤال الأسئلة اللي بتيتعليه مثلا إيه متى فرض الصيام وعلى من تجب؟ طبعا فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة وتجب على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام صهو بالخطأ يثبت صيام رمضان بالتاريخ الميلادي طبعا يثبت بالتاريخ الهجرة ليس إيه الميلادي بعد أن يتم شعبان ثلاثين يوما نبدأ صيام رمضان طبعا بيتبت برؤية الهلال إما رجلين أو رجل أو إيه أو إما رؤتان لابد أن يتقذ المسلمين من كل بقاع الدنيا في النهار رمضان طبعا ليس شرطا أن يتحد المسلمين في كل بقاع إيه الأرض قال لي ما الحكم فيما يلي استعمال الحقنة في العدل أو الوريد طبعا ليس إيه لا تفطر استعمال الحقنة الشراجية في النهار رمضان طبعا ليس إيه تفطر وأفطرت لأنها إيه حاضط طبعا يقره إيه الدين إيه جائز عرف الصيام ووقته طبعا الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب وكل المفطرات من طروع الفجر إلى غروب الشمس بنيت طبعا إيه التقرب إلى الله بما يثبت الصوم طبعا قلنا يثبت بأيه برؤية الهلال من رجلين صادقين أمينين أو رجل وإمرأتان فإن لم يثبت تتم شعبان ثلاثين يوما قال لي ما الحكمة من فريضة الصوم طبعا غرص الصبر وصدق النية وتربية الضمير وتقوية العذيمة قال لي ما هي آداب الصوم طبعا تعجيل الفطر وتأخير الصحور طرق القبيح من الكلام الإكثار من تلاوة القرآن الكريم مساعدة الفقراء والمحتاجين قال لي ما هي مبطلات الصوم طبعا هي كل ما يدخل الجسم من طعام أو شراب الحيد والنفاس الجنون الحكمة في أحد السبيلي أما الحكمة في الوريد أو العضل فائي لا تفطر ما هي الأيام التي تحرم فيها الصوم طبعا عندي عيد الفطر والعيد الأطحى وأيام التشريك الثلاثة ويوم الشكة الذي يسبق رمضان الوحدة الرابعة الدرسي الثاني صلح الحديبية قال لي ما السبب في خروج الرسول قبل صلح الحديبية طبعا هو قصد المسجد الحرام في مكة لأداء العمرة قال لي ما دليلك على أن المسلمين لم يكن يريدون الحرب وهم يقصدون المسجد الحرام طبعا لأنهم كانوا لا يحملون السلاح ولنية لهم طبعا للقتال ماذا فعل كفار قريش عندما علموا بخروج الرسول متجه إلى مكة طبعا أجمعوا أمرهم على منعهم من دخول مكة والمسجد الحرام هناك سبب مهم في قبول قريش صلح الحديبية وضح ذلك طبعا لأنهم سمعوا ببيعة الردوان فخافوا الحرب مع المسلمين ورغبوا في الصلح ده علام الصح أمام الإجابة الصحيحة كان مندوب قريش في صلح الحديبية خالد بن الموليد أبي سفيان بن حرب سهيل بن عمر طبعا هو أكان من مندوب قريش في صلح الحديبية سهيل بن عمر من شروط صلح الحديبية طبعا عند كام شرط أربع شروط أن تقوم هدن بين المسلمين وقريش مدتها عشر سنوات أن يرجع محمد وأصحابه في هذا العام ويعود العام التالي لأداء العمرة من يحب أن يدخل في حلف محمد دخل فيه ومن يحب أن يدخل في حلف قريش دخل فيه من جاء محمدا من قريش ردوه إليها ومن جاء قريش من أدباء محمد ليه لا ترده ما الشرط الذي أحذر عمر بن الخطاب وبعض أصحابه طبعا هو من فر من قريش وذهب إلى محمد يعيده إلى قريش ومن فر من المسلمين إلى قريش لا يرده إلى محمد كان صلح الحديبية فتحا عظيما للمسلمين وضح ذلك طبعا هو دخل في الإسلام كثير من الناس ومنهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وبدأ يدعو الناس إلى قصرة ملك الفرس وقيصر ملك الروم وحاكم مصر مضور عثمان في صلح الحديبية طبعا أنه أرسل إلى قريش ليعلمهم أنه لم يأتي الحرب وإنما جاء لأداء مناسك العقوب كده يا سنأولى وصلت معاكم لنهاية المراجعة أتمنى تكون المراجعة عجبتكم إن شاء الله ما تسلاش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصل لكم كل جديد وإن شاء الله أسلم لك رابط المذاكرة أسئلة وأجوبها على كل فصل وعلى كل درس أهم النقاط اللي بتأتي منه في الامتحان نزلوه وإذا كانوا إن شاء الله لن يخرج عنا الامتحان ومع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته